أصدر بنك الكويت المركزي أعلاناً توعوياً يبين فيه طرق وتسلسل إجراءات تقديم الشكاوى الواجب اتباعها من قبل العملاء في حال تقديمها لدى الجهات الخاضعة لرقابته وقبل أن يتم تقديمها له وذكر المركزي في بيان صحفي اليوم السبت إن الإعلان يأتي في إطار الجهود التي يوليها البنك لحماية حقوق العملاء الجهات الخاضعة لرقابته ومنها الضمانات المتوفرة لهم بتقديم شكاوى أو تظلمات حول ما يتعلق بمعاملاتهم التي يقومون بإجرائها أو الخدمات التي يحصلون عليها وأضاف أن الإعلان جاء أيضاً لإضاحة طرق وأليات سير تلك الشكاوى والموعد الأقصى للرد عليها بما في ذلك الإجراءات المنظمة لتقديمها لدى تلك الجهات تحقيقاً لمبدأ شفافية